وفيما يتعلق بالقمة العالمية للمناخ التي انعقدت بشرم الشيخ أشرت السيدة وزيرة التخطيط إلى ما تم الإعلان عنه خلال القمة من استضافة القاهرة لمركز الأمم المتحدة الإقليمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة والمقرر له أن يكون داخل إطار المقر الإقليمي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية الجديدة كما عرضت السيدة وزيرة التخطيط أيضا أهم مبادرات الوزارة خلال القمة خاصة مشروعات صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات في مجال التحول الأخضر مشيرة إلى أن الصندوق باعتباره الذراع الاستثماري للدولة يقوم بالترويج لبرنامج الهايدروجين الأخضر وذلك بالتنصيق مع الجهات الحكومية المعنية كما وقع صندوق مصر السيادي خلال القمة على اتفاقية مع تحالف من القطاع الخاص لتأسيس أول صندوق للكربون بقيمة مليار جنيه والذي يهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال الاستثمار المستدام والتي ستساهم في دعم المشروعات المحلية التي تهدف إلى نزع الكربون مع وضع معايير محددة لقياس خفض الانبعاثات والتحقق من كمياتها وفيما يتعلق بالمبادرات التنموية الأخرى التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ أشرت الدكتورة هالا السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيد الرئيس وذلك للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث ساهمت في إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية وبناء قدرات الكوادر في هذا الخصوص كما اطلع السيد الرئيس على تطورات دعم مصر للدول الأفريقية لمواجهة تدعيات التغيرات المناخية بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقرا على مستوى القارة وفقا لمعايير التنمية المستدامة وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة من أجل تعزيز قدرة أفريقيا على الصمود في مواجهة تغير المناخ والتي ستتم تحت رعاية السيد الرئيس